اكد سعادة وزير العمل وتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان أن التعديلات التي طرأت على قانون التأمين ضد التعطل الصادر بقانون رقم 78 سنة 2006 جاءت مستجيبة لمرئيات وزارة العمل وتنمية الاجتماعية لمواكبة المتطلبات الاقتصادية للمواطنين الباحثين عن العمل وكذلك مرئياتها بشأن إضافة بند جديد في قانون التأمين ضد التعطل لصرف الدعم المالي للقطاعات المتضررة من جائحة كورونا شارح ميدان إلى أن عدد المستفيدين من نظام التأمين ضد التعطل بلغ أكثر من 31 ألف مستفيد في العام 2021 ولفت حميدان إلى أنه مع انحسار الجائحة وإطلاق خطة التعافي الاقتصادي واستعادة الاقتصاد لدورانه الطبيعي فإن التوقعات تتجه نحو انعكاسات الحركة الاقتصادية بشكل إيجابي على تعزيز وتنشيط حركة التوظيف بشكل أكبر من السابق ترجمة نانسي قنقر